اشتركوا في القناة وخمسة وتسعين نائبا من اصل نحو سبعة الاف مرشح المنافسة اليوم تشتد بين اثنين وثلاثين حزبا سياسيا حيث سيعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة المقبلة من الحزب الذي سيحصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان وفي الدار البيضاء كبرى مدن المغرب قصد الناخبون مكاتب الاغتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان يبلغ عدد الناخبين في مركز ولاية الدار البيضاء نحو مليون وخمسمائة الف شخص وهو ما يمثل ثلث سكان المدينة تتنافس في الدار البيضاء مئة وست وثلاثون لائحة حزبية تضم نحو أربعمائة وخمسين مرشحا ويطالب الناخب خلال هذه العملية الانتخابية يطالب باختيار لائحتين الاولى محلية وتخص ثلاثة مرشحين على مستوى المقطعات والثانية لائحة وطنية تتضمن مرشحين على المستوى الوطني وفي مدينة طنجة شمال المغرب يتنافس على دائرة عمالة طنجة أصيلة يتنافس نحو أو تتنافس نحو 16 لائحة انتخابية من أجل الظفر بالمقاعد الخمسة المخصصة لهذه الدائرة نحن نتواجد الآن في مدرسة ابن بطوطة الإعدادية وهي واحدة من أعرق المدارس في مدينة طنجة عروس الشمال المغربي طبعا يتوافد الناخبون على هذه المدرسة منذ ساعات الصباح الباكر في البداية كان الإقبال ضعيفا لكنه بدأ يتصاعد شيئا فشيئا ويتوقع في الساعات القادمة أن يصل ذروته خصوصا بعد عودة الموظفين من أعمالهم طبعا لا ننسى أن يوم الانتخابات ويوم الجمعة هو يوم عمل في المغرب لذلك ربما تتصاعد نسب التوافد على مراكز الاقتراع بعد العودة من العمل طبعا في البداية يتم التدقيق في هويات الناخبين وتأكد من وجود أسمائهم داخل السجلات الانتخابية بعد ذلك يمنحون ورقة اقتراع يوجد عليها لائحتين اللائحة المحلية وهي اللائحة التي تتنافس داخل مدينة طنجة ومن ثم اللائحة الوطنية وهي على عموم المدن المغربية ثم يذهب الناخب إلى مكان منعزل يقوم بالاقتراع بعد ذلك طبعا تكون الخطوة الأخيرة بوضع ورقة الاختراع داخل الصندوق طبعا نذكر في مدينة طنجة بأن التنافس هو حول خمس مقاعد انتخابية هناك تنافس شديد بين الأحزاب هناك ستة عشر لائحة انتخابية تتنافس على هذه المقاعد الخمسة طبعا يتصدر التنافس الانتخابي حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة طبعا في هذه المدينة هناك أكثر من ثلاثمائة ألف ناخب وناخبة لذلك هناك حرص كبير كامل الأحزاب للحصول على أصواتهم لكن التحدي الأكبر قد يكون أمام هذه الأحزاب هو في رفع نسب الاختراع حيث كانت في الدورة الماضية للانتخابات وصلت نحو 22% أحمد جرار الجزيرة طنجة وننتقل الآن مباشرة إلى مرسلنا في الرباط عبد المنعم العمراني لننتابع معه أجواء الانتخابات في منتصف هذا النهار هنا في المغرب عبد المنعم ضعنا في صورة هذه الانتخابات والأجواء المحيطة بها في الرباط والمدن المجاورة نعم حسن تستمر عملية التصويت منذ الساعة الثامنة صباحا أي منذ حوالي خمس ساعات الآن صدر رقم عن وزارة الداخلية حول نسبة المشاركة إلى غاية الساعة الثانية عشرة أي الأربع ساعات الأولى من عملية التصويت عشر في المائة من الناخبين المغاربة المسجلون في اللوائح الانتخابية هم الذين اقترعوا هذا الصباح ما زال اليوم طويلا وكما قلنا دائما بأنه ترتفع نسبة المشاركة عادة في كل الانتخابات المغربية في الفترة الزوالية وخاصة في خلال الثلاث ساعات التي تسبق موعد إقفال صندوق الاختراع هنا حيث نتواجد نحن في وسط الرباط في ثانوية مولاي يوسف هناك أربعة مكاتب تصويت وهذه المكاتب تتبع دائرة الرباط حسان دائرتان في الرباط الرباط حسان والرباط شلة 36 لائحة تتنافس على سبعة مقاعد أربعة مقاعد في هذه الدائرة دائرة الرباط حسان أبرز الأسماء المرشحة في هذه الدائرة عبد الفتاح العوني عن حزب الأصالة والمعاصرة ومنافسة بينه وبين رئيس المجلس البلدي للرباط وهو محمد الصديقي عن حزب العدالة والتنية وأيضا هناك مرشح آخر عن بقية الأحزاب المغربية الأخرى التي تتنفس في هذه الدائرة وهي دائرة رمزية نظرا لتاريخ المدينة كعاصمة للمغرب ولتاريخ هذا الجزء من هذه المدينة التابعة الذي يسمى حي المحيط بالنظر إلى أنه الحي الذي كان معقلا للمقاومة المغربية وأيضا معقلا لعدد من الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي المغربي في السنوات الماضية إذن التصويت ما زال مستمرا وكما قلت أذكر بأن نسبة حسب وزارة الداخلية نسبة المشاركة إلى غاية هذا الوقت هي 10% من عدد الناخبين المغرب المسجلين في لوائح التصويت حسن أشكرك جزيلا عبد المنعم العمراني مراسل الجزيرة من الرباط وتتوزع الدوائر الانتخابية في المغرب على 92 دائرة ضمن 12 جهة وذلك الانتخاب كما ذكرنا 395 نائبا من بينهم 90 نائبا يتم انتخابهم ضمن اللوائح الوطنية المخصصة للنساء والشباب على كل تفاصيل الخارطة الانتخابية والمشهد السياسي المغربي عموما نص عرضها مع زميل عبدالقادر عرضه يتوجه نحو 16 مليون ناخب لصناديق الاقتراع في المغرب وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب لخمس سنوات مقبلة نحو 55% من الهيئة الناخبة من الرجال وأكثر من نصف الناخبين من مناطق حضرية يتشكل مجلس النواب من 395 عضوا ينتخب منهم 305 نواب على صعيد الضوائر المحلية و90 نائبا برسم الدائرة الانتخابية الوطنية خصص 60 من مقاعد الدائرة الوطنية للنساء كما خصص 30 مقعدا للشباب الأقل من 40 سنة يبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية 92 موزعة على 12 جهة وكما يظهر في الخريطة تبرز جهة الدار البيضاء ب58 مقعدا متبوعة بجهة الرباط ثم جهة فاس مكناس فجهة مراكش ب36 مقعدا ثم جهة طنجة ثباقي الجهات ترشحت أكثر من 1400 لائحة تضم نحو 7000 مرشح ويتنافس 30 حزبا سياسيا وقائمتان مستقلتان وتمكنت أحزاب الاستقلال والعدل والتنمية والأصال والمعاصرة من تغطية كل الدوائر نسبة المشاركة أرجحت حسب ظروف كل انتخاب فبلغت في آخر انتخابات عام 2011 كما خفضت العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 وهو ما يفتح المجال أمام أحزاب صغيرة لدخول البرلمان المغربي الصراع الانتخابي يتركز أساسا بين ثمانية أحزاب رئيسة هي من جهة العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وهي أحزاب مشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها ومن جهة أخرى لدينا أحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال إضافة إلى الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وهي أحزاب توجد في صف المعارضة هذه الأحزاب تقسمت مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2011 وتقدمها حزب العدالة والتنمية بمائة وسبعة مقاعد يقاطع الانتخابات جماعة العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي وهي جماعة المحظورة يعتبرها البعض أكبر جماعة إسلامية في المملكة إضافة إلى حزب النهج الديمقراطي وهو حزب ينتمي لليسار الراديكالي وانضم إليهما الحزب المغربي الليبرالي ويتوقع أن تكون المنافسة قوية بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ خمسة أعوام وتصدر المدن الكبرى في الانتخابات البلدية الأخيرة مقابل حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصد خلالها أصوات القرى المغربية ومعنا هنا في السيديو التاطية في الرباط ميلود بالقادي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي مرحبا بك سيد ميلود مع استمرار عمليات الاضطراع مقططان أساسيتان تتركز عليهم الأنظار نسبة المشاركة ونزاهة الانتخابات حتى اللحظة كيف تقيم ما يجري صحيح أعتقد أنه من أهم الرهانات التي يراهن على الكل هي نسبة المشاركة لماذا نسبة المشاركة؟ لأن نسبة المشاركة هي التي ستفرز لنا أولا مؤسسات تشريعية قوية وحكومة قوية وكلما كانت المشاركة مكتفة كلما كانت المؤسسات أكثر استقرارا وأكثر التزاما ببرامجها الانتخابية كلما كانت المشاركة ضعيفة فالمؤسسات المقبلة ستكون مؤسسة فاقدة للشرعية الشعبية فاقدة للشرعية الديمقراطية ومبلقنا فلذلك في الكل يراهن على أن تبقى على الأقل نسبة المشاركة في 45% كما كانت في 2011 إن لم نكن أنها ستكون أكثر ولكن إذا كانت أقل فهذا يعني أن المواطن قام بتصويت عقابي على الحكومة الحالية على كل ما زال من المذكر الآن حسم موضوع نسبة المشاركة باعتبار أن اليوم الجمعة والناس تأتي بعد صلاة الجمعة إلى مراكز الاختراع وهذا كما هو معتاد بانتظار ذلك السؤال لماذا اتخذت هذه الانتخابات هذا الطابع من التحدي ما بين الأحزاب السياسية هو الأقيد أن الدولة وضعت ما نسميه بالإطار اللوجيستيكي المادي البشري لضمان النزاهة والشفافية المسؤولية الآن تقع على الأحزاب السياسية بالفعل أن هذه الانتخابات هي الأصعبة بالنسبة للدولة والأحزاب السياسية لماذا؟ لأنها تجري في ظل صياق وطني مكهرب خصوصا أن هناك تطاح قوي بين الأحزاب السياسية أو بين تنائية كل واحد منها يربط مستقبله السياسي بالآخر فالبام أصبح قوة حاضرة في المشهد الحزبي وبقى إلياس عماري في الحزب أو ضمان مستقبل السياسي يرتبط بمدى قدرته الاحتلال المرتبة الأولى نفس الشيء بالنسبة للأمين العام من حزب العدالة والتنمية السيد عبدالله بالكيران الذي قال إذا لم أفوز بالمرتبة الأولى فسأغادر السياسة إذا نحن أمام مشروعين سياسيين كل منهما يستمر وجوده على الآخر فهذا هو ما يعطي هذه الانتخابات خصوصية معينة خصوصا وأن الانتخابات عرفت لأول مرة ما نسميه بالحملة الانتخابية القوية داخل الفضاء الأزرق أي فيسبوك للتوضيح فقط القرن هو حزب الأصالة والمعاصرة والذي يتنافس بشكل أساسي مع حزب العدالة والتنمية أشكرك جزيلا من الرباط ميلود بالقادي لكن قبل أن أختم معك تبقى نقطة أشرت إلي حول المشروعين السياسيين المختلفين هل المشروعين هذان يرتبطان بهوية المغرب المستقبلية؟ أولا الدستور المغربي واضح جدا هو حدد هوية المغرب هو الإسلام ثم التعددية ثم انفتاح على القيم الكونية في بعدها الحقوقي وبالتالي فالصراع الآن قائم ليس صراع حول الهوية بالصراع حول من يتموقع في المشهد السياسي خصوصا وأن حزب الأصالة والمعاصرة منذ نشأته أعلن أنه هو البديل الموضوعي لما يسمى بالحزب العدالة والتنمية الذي ينعته بالحزب الإسلامي والمحافظ نفس الشيء بالنسبة للحزب العدالة والتنمية فهو يريد أن يتبت شرعيته في هذه الانتخابات لأكد بأن الشعب المغربي ما زال يثق في هذا الشعب وأن حزب العدالة والتنمية قادر أن يعود إلى الحكم رغم كل الصراعات والمناورات التي تحاط بهذه الحزب أشكرك جزيلا ميلود بالقادي الأستاذ الجامع والمحلل السياسي مشاهدين إلى هنا تنتهي هذه النافذة الخاصة بتغطية الانتخابات المغربية قدمناها لكم من الرباط سيكون لنا موعد آخر